هل احنا اصد مراحل مر بها الادب الفلسطيني قبل احتلال فلسطين بعد احتلال فلسطين مع النكبة مع 67 يعني هل يمكن قراءة كل هذه الاحداثة التاريخية من خلال الادب الفلسطيني طبعا هو في ميزة مهمة ان الادب دايما بيكتب بعد الاحداث ولما بتكون الموهبة كبيرة بتكون المسافة القدرة على انها تصنع مسافة بعيدة عن الحدث عشان تستطيع تأمله وتعيد انتاجه بقدر من التحريف الفني يعني مش انها تغير في الوقائع ولكن تعيد خلقه بحس انه ياخد شكله الفني من اول نجبة 48 الادب الفلسطيني ويمكن قبل كده في المواجهات الاولى مع العصابات السهيونية اللي وفدت الى الاراضي الفلسطينية كان فيه اسوات دايما بيتحاول تأكد على حضور القضية معاني المقاومة افكار التمسك بالارض فطبعا ده جيل بقى ابراهيم تقان ثم فدوة تقان والحاجات دي لما حصل الـ 48 وده من المسير انه موضوع النجبة في الاول ما تركش اثر مباشر على الادب الفلسطيني في البدايات لكن الاح بشكل اساسي بعد 67 يعني ما ظهرتش روايات عن النجبة الا بعد سبسطين بشكل اساسي لانها كانت فيه روايات لكن انا بكلمك على انها تبقى ظاهرة انه ده يتحول الى موضوع كبير للمعالجة انه 48 تم اختزالها في الصورة الاعلامية الشهيرة ان الجوش العربية تعرضت الى خدعة الاسلحة الفزدة وغيرها من الموضوع ده وادت الى قيام اسرائيل وكان طول الوقت الخطاب اللي كان موجود في بعده القومي خصوصا لما حصلت يولو 52 وحركة القومية العربية من 54 بقى 56 وانت جاي كان فيه دايما الادب الفلسطينية كانت اولوية سياسية واعلامية لانظمة التحرر الوطني فظل الموضوع عالق لو استخدمنا لتعبير السياسة انه يعني هنرجع يعني هو بقت الشعار الشهير بتاع اونات فيروز سنرجع يوما ده شعار عام لكن في 67 مع هزيمة الجيش المصري في ناكسة 67 المعروفة ابتدى الموضوع لا يبقى فيه احنا محتاجين نعمل وقفة علشان نعيد نظر في الحدث اجمالا فظهرت طبعا مسيرة فدوة تقان في رحلة جبلية صعبة النص البديع اللي كان بنشره استاذنا الكبير رجال نعيش في مجلة الدوحة وهي طبعا كتباء في وقت متأخر ولكن بيستدعي الخبرة بتاعت ده اهم حدث من وجه نظري كان مرتبط بالنكسة هو ظهور مصطلح ادباء المقاومة مصطلح ادباء المقاومة زمحلك عارف كان بيخص مجموعة الشعراء والأدباء الإسرائيليين العرب الذين كانوا يعيشون داخل إسرائيل اللي احنا بنختصرهم دايما في تعبير عرب 48 اللي هو كان مجموعة شعراء معروفين سامح القاسم ومحمود درويش وسلم جبران وإحمد ضحبور وغيرهم من الأسوات الأسوات ديت بسبب النكسة كان بيتم نشر أعمالهم بشكل سريع جدا في دور نشر لبنانية بعدها كون سروات من الطلب على المنتج الفلسطيني السريع اللي بيلبي حاجة وده طبعا كان شعراء كان شعراء شعراء كان شعراء وإحنا بنتكلم في ملاحظة حديثك مهمة جدا لأنه إلى الآن ما كانتش الرواية موضوع طلب يعني كان الروايين بينتجوا في مساحة خاصة كده يعني خارج الطلب الشعر والقلو الصدارة والرواج والأمين كان عندنا بقى وقتها أشعار عليهم طلب تجاري شعراء زي نزار قباني وغيره من الشعراء لما ظهر محمود درويش وساميح القاسم ابتدى يحصل طلب في السوق الأدب أو في السوق النشر على النوع ده من الشعر غسان كان فاني بنبهته المعتادة الكاتب الصحي طبعا صعف وكاتب وأديم مرموق وقومين العظام التقت هؤلاء الأسماء وكتب سلسلة في مجالة المصور المصرية في وقت كان الأستاذ عحمد بها الدين هو رئيس تحرير رئيس مجلسة داري الغراء كان مهتم جدا لأسباب تخص قناعته القومية بالموضوع الفلسطيني فكان غسان كان فيه بيكتب حلقات عن الأصوات الأدبية وأشار بوضوح شديد جدا إلى تفرد محمود درويش وساميح القاسم والمجموعة ديت من خلال هذه المجموعة ابتدى يبقى العالم العربي بيتعرف على هذه الأصوات وزي ما قلت الحقيق قبل كده في حلقة كانت حاولين محمود درويش حصل أنه محمود درويش بقى الأكثر نجومية وتم أنه لقى فرصة السفر وبعد كده جي مصر وتم الاهتمام بموهبته ووضعه في فترين اتعرض أقوى من غيره لأنه كان في صعوبات في خروج الأصوات الأخر محمود درويش بيمثل مش نقطة مهمة مش لأنه بس شعر كبير ولأنه شعر مهم لكنه هو أول شخص أدرك خطورة تحويل الفلسطيني لرقم وده مش بعيد أبداً على أنا وحددكم بنتكلم فيه في الفاصل بتاع البرنامج محمود درويش كتب مقال شهير جداً اسمه انقذونا من هذا الحب القاتل المقال ده نشر في مجلة الأداب ونشر في مجلة الطليعة ومحمود درويش كان يريد في هذا المقال أنه هو بيستطيع أن يفهم دفاع العالم العربي أو حماسه لقضاء الفلسطيني لكن ما لا يمكن فهمه أنه يتم حصر الأدب الفلسطيني في أنه أدب مباشر وسطحي وبلا معاني وأدب المقاومة فقط وكان يريد أن يلتفت العالم إلى الأدب الفلسطيني بوصفه أدب وليس بوصفه شعار بالزبط وهنا كانت النقلة في سنوات من بعد 67 بدأ الأدب الفلسطيني يعيش مراحل الشتات بوضوح شديد جداً كان في شتات لي علاقة بالخروج بعد 48 ولكن في شتات آخر تمثل